موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد تطلعه للعمل مع شعوب العالم لبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار موسيقى وزير الدفاع يبحث مع الملحقين البريطاني والفرنسي تعزيز التعاون العسكري موسيقى محافظ حضر موت يطلع على جملة تدخلات مركز الملك سلمان للغاثة والاعمال الانسانية موسيقى السيدات وسادة اهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة نستهلها بخبر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العلم الذي التقى ومعه عضواء المجلس عيدروس الزبيدي وعثمان مجلي في نيويورك فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وتطرق لقاء المستجدات في البلدين الشقيقين وسبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الاقليمية والدولية وفي مقدمتها المساعي الجارية لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وتسريع دخول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني التقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العلمي رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني ذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وتطرق لقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وافاق تعزيزها في المجالات المختلفة كما جرى تبادل وجهة النظر زاء عدد من القضايا والمستجدات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك التقى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العلمي على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي ذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني وتطرق لقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وافاق تعزيزها في المجالات المختلفة كما تناول اللقاء مستجدات الوضع في بلادنا بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة أكد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العلمي تطلع بلادنا والشعبها إلى العمل مع شعوب العالم من أجل بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار وأكد فخامته في كلمة أمام قمة المستقبل التي انطلقت أمس الأحد بالتزامن مع اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أكد أن لدى شعوبنا آمالا لا حدود لها في العمل معا لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار وضحا أن بلادنا اليوم تعد أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وتتقلها تداعيات الحرب على المستويات كافة بشيرا إلى أن صمود وتصميم الشعب اليمني سيظل قويا وثابتا في السعي نحو مستقبل أفضل رغم تلك التحديات الهائلة بحث وزير الدفاع الفريق روك المحسنة داعري اليوم مع الملحق العسكري البريطاني العقيد جوناثان بريم الملحق العسكري الفرنسي المقدم جونيد جودة بحث مستجدات الأوضاع العسكرية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والأمنية الوزير الداعري استعرض مستجدات الأوضاع الميدانية في ظل اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على مواقع القوات المسلحة في أكثر من جبهة واستمرار هجماتها الإرهابية على السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية وأكد الوزير الداعري استمرار نظام الإيران في تهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى الميليشيات الحوثية عبر ميناء الحديدة في محاولة لاستهداف القوات المسلحة وإقلاق السكينة في المناطق المحررة مشددا على ضرورة دعم قدرات القوات المسلحة ما يمكنها من آداء مهامها ومسؤولياتها اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في العاصمة المواقة عدن اللقاء التشاوري لرؤساء الجامعات اليمانية الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهنية الدكتور خالد الوصابي اللقاء بحث التحديات التي واجهها التعليم العالي في بلادنا ومشكلات البرامج الدراسية والبنية التحتية والبحث العلمي وأوضاع الكادر الأكاديمي وأوصل المشاركون بتشكيل لجنة عليا لرسم سياسة فتح البرامج في الجامعات اليمنية وتبني الوثيق المقدمة من جامعة عدن للقيادة السياسية واللجنة الوزارية بشأن تطوير الأقسام العلمية والابتعاد الداخلي وكدنا أهمية عقد ورشة بالتسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك لمناقشة وضع كليات التربية والتأهيل فيها ووضع حلول عملية لمشكلة المنقطعين من أعضاء هيئة التدريس بحث وزير النقل دكتور عبد السلام حميد اليوم بالعاصمة المواقة عدن مع الرئيس التنفيذي للشركة فلارا الأمريكية المعنية بتنفيذ مشروع تعزيز أمن الطيران المدني في الهئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي السيد جابريال أشرة بحث جهود التنسيق المشترك بين الجانبين في متابعة مستوى سير عمل المشروع الاجتماع تطرق إلى تقييم سير تنفيذ أعمال المشروع المقدم كمنحة من وزارة الخارجية الأمريكية الذي يستهدف رفع وتعزيز قدرات أمن الطيران في كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي وأشار الوزير حميد الأهمية المشروع الذي يصب في تحصين البنية التحتية لمطار عدن الدولي وأكدا اهتمام الوزارة بإنشاء المركز التدريب الوطني لأمن الطيران المدني أعطاء التسهيلات كافة لإنشاء المركز وتجهيزه موجهن الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع فريق المشروع لتحديد المكان المناسب لإقامة المركز الرفع بالاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للإسراء في عملية إنشاءه استعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح خلال لقاه اليوم بالعاصمة الموقعة عدن عددا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية مستجدات الوضع الصحي نتابع لا شك وزارة الصحة العامة والسكان حريصة دوما على التواصل مع شركاء شركاءنا في العمل الإنساني خصوصا وسائل الإعلام التي دوما تقدم الكثير للقطاع الصحي من تغطية طبعا نحن لدينا لقائنا اليوم كون وزارة الصحة تستعد خلال الأيام القادمة إن شاء الله ستنفذ حمل التحصين شاملة ضد الكوليرا ولذلك حبينا نلتقي في وسائل الإعلام لاستعراض ما تقوم بالوزارة لمواجهة الأوباء سواء الكوليرا أو بقية الأمراض الأخرى وخصوصا نركز على حمل التحصين وعلى دور وسائل الإعلام معنا في كيفية الاستعداد لهذا الحملة أيضا في مواضيع الأخرى التي هي الحالة التغذوية أو تحديث عن سوء الحالة التغذوية في بعض المديريات وهو النقطة الأخية الأهم لها استعراض الفجوة التمويلية التي حصلت في القطاع الصحي وما الإجراءات التي تعمل من أجل الزارة هو وزارة الصحة وبقية الوزارات والحكومة الكيفية تغطية هذه الفجوة افتتح وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقت عدن أحمد حامد لملس ومعه المدير العام لمديرية خورمكسر عواس الزهري عددا من المشاريع التربوية والخدمية بالمديرية وأكد لملس خلال افتتاحه ستة فصول دراسية إضافية في مدرسة الفقيد عبدالله خليفة للتعليم الأساسي وقاعتين دراسيتين إضافيتين في روضة الأمل النموذجية أكد أهمية استمرار العمل التنموي في مديريات العاصمة المؤقتة عدن شيرا إلى أن العمل الجاد في تحصيل الإرادات أثمر نجاحا لسلطة المحلية من خلال إقامة هذه المشاريع التقى محافظ حضر موت الأستاذ مبخوت مبارك بالماضي اليوم بالمكلة مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضر موت الأستاذ عبدالعزيز باوزير وخلال اللقاء استعرض مشرف الوحدة عددا من المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة حضر موت إطار تدخلات المركز الإنسانية المختلفة كما اطلع المحافظ بالماضي على خطة المركز لتوزيع مخصصات الطوارئ أو من السلال الغذائية في المحافظة ضمن مشروع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة الذي سيدشن قريبا بالتعاون مع الشريك المنفذ إطلاف الخير للإغاثة الإنسانية هذا ورفع المحافظ بالماضي التهاني لقيادة وحكومة شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني الرابع والتسعين للمملكة مشيدا بجهود المركز وتدخلاته النوعية في المجالة المختلفة دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح العمقية اليوم بالمكلة بمعية المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت أحمد باضروس ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بساحل حضر موت عبدالله الحامد دشناء المرحلة الثامنة عشرة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية الأمين العام شدد خلال التنشين على أهمية يصول مستحقات المستفيدين إلى أيديهم بكل سهولة ويسر العمل على تقديم أوجه الدعم كافة من خلال مساعدتهم وتدليل أي صعوبات تقف في طريق استلام مستحقاتهم المالية المقدمة من هذه المنحات وثمن الأمين العام دور المالحين من البنك الدولي لمساعدة الأسر الأشد فقرا والمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية معتبرا أن هذه المساعدات النقدية تسهم في تخفيف عب الأوضاع المعيشية للمستفيدين بظل الظروف الصعبة عقد رئيس جامعة حضر موت الدكتور محمد خنبش لقاء مع وفد مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بمركز التطوير الأكاديمي بالجامعة وذلك من أجل الوقوف على مدى استعدادات كلية الطب للاعتماد الأكاديمي رئيس الجامعة أشار إلى تطلعه لشراكة حقيقية مع المجلس مقدما نبذة تعريفية بعدد من الجوانب منها الجودة والتطوير الأكاديمي وعمل الأسابيع والاحتفالات والدورات التدريبية أورش التدريب البهن لأعضاء هيئة التدريس وأكدت رئيسة مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور سوسا باخبيرة أن الزيارة تستهدف الاطلاع ومناقشة مدى استعداد كلية الطب لتقديم البرامج الطبية والتوجه للاعتماد الأكاديمي وعبرا عن سعادتها بما لمسه الوفد في أرويقة كليات الطب وعمل الجميع بروح الفريق الواحد في رأس سيامة حضر موت لدينا خطة لتطوير الأكاديمي سواء كانت كلية الطب وبقية الكليات لهذا فستشهد الكلية الجامعة خلال العام القادم خطوات بدروسة من أجل ضمان الجودة في كليات العلوم الإنسانية سيبدأ بتقويم البرامج ثم تطويرها من خلال خطة محدثة لتحسين مخرجات التعليم في كليات الجامعة حقيقة الهدف من الزيارة كان هدف موضوعي وهم جدا للاطلاع على مدى التهيئة والاستعداد في برنامج الطب البشري في كليات الطب قامعة حضر موت للحصول على الاعتماد الوطني ومن ثم الاعتماد الأكاديمي سعدنا جدا بهذه الزيارة تفتحت أمام عيوننا عدد من المجالات والأبواب التي طلعنا عليها عن قرب وشاهدنا التطورات في البنية التحتية الموجودة في الكلية القاعات الدراسية المختبرات مختبر المهارات زرنا عدد من المستشفيات التي تساند العملية التعليمية طبعا نحن نسعى دائما إلى الاهتمام بيئة طلابية مناسبة لكي يكون لدينا خرجين دو كفاءة علمية والحمد لله نحن من خلال هذه الزيارات التي تمت الأمس واليوم تم طلاعهم على جوانب كثيرة جدا بنية التحتية جوانب التعليمية خطة التعليم نتمنى إن شاء الله يكون هناك من قبلهم نظرة إيجابية اتياه هذه الزيارة هذه كانت أمنية لنا وحلم وشيء ضروري يجب أن يتحقق للجامعة لسبب عراقة للجامعة وهذا الصرح العلمي الكبير الذي يخرج لنا كوادرنا الطبية الذي سيقومون بتطبيب أهلنا وأبنائنا وأخواننا في هذا البلد الكريم اليوم انتقلنا إلى كلية الطب في فوة بعد التفقد كلية الطب انتقلنا إلى مستشفى إبن سينة هيئة إبن سينة ثم مستشفى الأطفال الجامعي وآخر اللقاء كان هو مع سيارة رئيس الجامعة اليوم فكان الأنطباع كويس من اللقنة ونحن طمحون بإذن الله سنبدل القهود في هذه الستة الشهور القادمة لأخذ الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب بجامعة حضرموت تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة إلى غائمة جزئية ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة رطبة نهارا إلى معتدلة رطبة ليلا كما تشهد أرياف ساحل حضرموت والهضبة الجنوبية أجواء صحوة مع تفرق لبعض السحب ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حارة نهارا مائلة إلى البرودة ليلا وفي وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة جافة ورياحا معتدلة السرعة تنشط خلال فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة حارة نهارا إلى معتدلة جافة ليلا الآن مشاهدين إلى حالة التقص نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختم هذه الأخبار تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد تطلعه للعمل مع شعوب العالم لبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار وزير الدفاع يبحث مع الملحقين البريطاني والفرنسي تعزيز التعاون العسكري ومحافظ حضر موت يطلع على جملة تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولمتابعة مزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضر موت شكراً لكم وعلى حسين المتابعة في أماننا اشتركوا في القناة